من الأدوات المهمة في المطبخ ولازم تكون عندك مصفات تجفيف الخضرة هادي بتبقى عبارة عن مصفة مجرد شبك وإلها قاعدة وبتلف بطريقة معينة حاوانرجيكم هلا كيف طريقة لفها بحط فيها أي نوع من الخضرة جرجير نعناع سبانخ بقدونس خس أي إشي أنت غسلة وحابة تجف فيه بتحطيها بالطريقة هاي ومجرد أنك بتضغطي عليها فبتصير المصفة عندي هاي تلف بسرعة وبتضرد الماء وبتنشف الخضرة وبتبقى جاهزة للاستعمال حسب الوقت من أفضل الطرق لتجفيف الأعشاب والخضرة زي النعناع أو الملوخية أو الزعتر إنه طبعا نقطفه ونشيله عن العروق نغسله كويس نحطه في مصفة لغاية ما يتخلص من الماء وبعد هيك نحطه على قطعة من الورق ونفرده بشكل يبقى بعيد عن بعضه ما يكون نكون فوق بعضه بيضلها لرطوبة في الداخل وما بينشف معي بحطه في مكان فاي ما بدي يتعرض للشمس مباشرة لأنه بيسود وبعد ما تروح الشمس ممكن أدخله وأطلعه تاني يوم إذا ما نشف مية بالمية بعد ما ينشف عندي النعنع أو أي أوراق خضرة أحتفظ فيها بكتيس كتني وأستعملها على حسب الحاجة فضلا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات